هذا وأجمع زعماء والقادة حول العالم والمسؤولون الدوليون على أن استمرار العمليات العسكرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في القطاع والسيطرة عليه لا يخدم القضية مشددين على أن الحال الرئيسي يكمن في حل الدولتين فسلطات الاحتلال تواجه ضغوطا خارجية لما تسببه عمليتها العسكرية من عبء على المجتمع الدولي كما تواجه ضغوطا داخلية للمطالبة بإنجاز صفقة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه رغم استمرار هجماته الغاشمة في القطاع وعدم قدرته على السيطرة على الأرض وتكبده خسائر موجعة عتادا وعددا ومع استمرار نزيف الدماء الفلسطينية نتيجة للعنف الإسرائيلي في القطاع تأكدت رؤية المجتمع الدولي في أن الحل الرئيسي للأزمة هو حل الدولتين ليكون هو الحل العادل والشامل والمستدام للقضية الفلسطينية تزامنا مع ذلك يتضاعف الارتباك في الوضع الداخلي الإسرائيلي خاصة على المستوى الشعبي مع تبادل الاتهامات المستمرة من كافة التيارات فضلا عن ظهور الخلافات بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية من جانب ومع باقي الأطراف السياسية على الساحة الإسرائيلية من جانب آخر بينما تتصاعد الضغوط الداخلية للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع وخلال زيارة أنترون بلينكين وزير الخارجية الأمريكية للقاهرة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي توافق الجانبان على استمرار التشاور المكسف بشأن الأوضاع الراهنة وتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهديئة ومنع تساع رقعة الصراع مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمصارح حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة من جانبه أكد الرئيس الفرنسي ماكرون على أن باريس ستواصل العمل من أجل حل الدولتين مشيرا إلى أن أمن إسرائيل لن يتحقق دون التوصل لحل سياسي للقضية الفلسطينية في الوقت نفسه شادد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناكا على أن المملكة المتحدة سيظل موقفها طويل الأمد هو حل الدولتين وعلى المدى القصير فإنما يحدث من صراع مقلق بشكل لا يصدق